هذا التطور وإن كان بطيئا على مدار سنين سابقة تمثل في الأدوات التقنية وطرق المعالجة إضافة إلى تطور أماكن التصوير مقارنة بسنوات ماضية شاهدنا مسلسلات كصاحب المعالي وبن ريستو وحمل جماعة وغيرها إضافة لمسلسلات قصيرة تم عرضها على منصات إلكترونية عدة ولاقت تفاعلا كبيرا بعض هذه الأعمال عالج مشكلات مجتمعية عميقة وألقى الضوء على نقاط حساسة كان لابد من جعلها تطفو على السطح ليتم الانتباه لها وبضع حلول ناجعة لها وهو تنوع في المضمون والمعالجة لم نعتد على رؤيته سابقة كما أن الجهد الذي بذل لكي ترى هذه الأعمال النورة يبدو هائلا مقارنة بميزانيتها أولا وندرة الخبرات المكونة لهذا الغرض وعديد المشاكل الأخرى كبعض الأخطاء في السيناريو والأخطاء التقنية الطفيفة في بعض هذه الأعمال فلطالما كان التكوين مشكلة يواجهها التقني والسيناريست على حد سواء ما دفع العديد من الشباب الممتهنين لهذا العمل إلى تكوين أنفسهم بمجهودات ذاتية وهذه من أهم المشاكل التي يعاني منها الانتاج المحلي فبحسب نقاط فإن بعض الأعمال الرمضانية هذه السنة عانت من ضعف السيناريو بحيث بدى بعضها وكأنه مرتجل وهو ما يقودنا إلى الاعتقاد بوجود أزمة سيناريو غير معترف بها بالرغم من كل ذلك كان لهذه الانتاجات المحلية نصيب وافر من المشاهدات داخليا ويتطلع المتابع الموريتاني إلى أن ينافس انتاج بلاده الانتاج الأجنبي محليا على الأقل لكن الانتاج الدرامي في موريتانيا يحتاج إلى الدعم من عدة نواحن ولديه الفرصة للنجاح في تغيير الواقع للأفضل وفي تقديم صورة جيدة عن البلد وثقافته لكن هل أزمات الانتاج الدرامي مقتصرة فقط على ما تم ذكره؟ وماذا عن الرعاية الإعلانية والتمويل وتدريب الطواقم الفنية والتمثيلية؟